دلوقتي مشاهدين الساعة 8 بتوقيت القاهرة معنا مع موجز الأهم الأنباء مع رجائي تفضل يا رجال شكرا جزيلا مننا مشاهدين الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز جديد لأهم وآخر الأنباء يأتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حرب أكتوبر ستظل حكاية ملهمة لن تنتهي وأن النصر الذي تحقق كانت وراءه إرادة شعب كامل رفض الهزيمة وتحدى نفسه والظروف وأضاف الرئيس السيسي خلال احتفالية اتحاد القبائل والعائلات المصرية حكايات الأبطال لمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر أن الظروف التي تعيشها مصر الآن أشبه بتلك التي عاشتها البلاد بعد حرب 1967 لكن إرادة الشعب المصري تجاوزت البلاد المحنة ولفت الرئيس السيسي إلى أن إرادة الشعب المصري ورفضه الوضع القائم وإصراره على النصر هو السبب في تحقيق الإنجاز مشيرا إلى حجم التضحيات التي دفع ثمنها المصريون في الحرب والسلام على رأسهم الرئيس الأسبق محمد أنور السادات والذي أنجز مهمة كانت سابقة لعصرها تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي تصالي هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنول التصعيد الجاري في الشرق الأوسط وسبل الحد منه وتعزيز مسار التهديئة وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكد ضرورة ضبط النفس ووقف دائرة الاستهدافات المتبادلة التي تضع منطقة الشرق الأوسط بأسرها على حافة خطر الحرب الإقليمية والتي تهدد مقدرات جميع شعوب المنطقة في ذلك الإطار استعرض الرئيسان الجهود الجارية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة وبكميات كافية كما شدد الرئيسان على ضرورة احترام السيادة لبنان وسلامة أراضيه مؤكدين دعمهما لمؤسسات الدولة اللبنانية كما شهد الاتصال تأكيد عمق العلاقات الاستراتيجية ما بين البلدين وحرصهما على استمرار التعاون في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية استشهد عشرة فلسطينيين فيما أصيب أخرون بجروح في قصف للاحتلال الإسرائيلي لمنزل يأوي نازحين في مشروع بيت لاهيا الشمالي قطاع غزة كان أكثر من خمسة وثلاثين فلسطينيين قد استشهدوا بينهم نساء وأطفال فيما أصيب أخرون في قصف لطائرات الاحتلال مربعا سكنيا يضم خمسة منازل في الأقل قرب الدوار الغربي في بلدة بيت لاهيا خفف جيش الاحتلال الإسرائيلي بعض القيود الأمنية المفروضة على السكان في مناطق بشمال إسرائيل قال جيش الاحتلال في بان له أن القرار جاء بعد تقييم للموقف دون الإشارة إلى القصف الإسرائيلي لمواقع عسكرية في إيران في الساعات الأولى من صباح السبت وأضاف جيش الاحتلال أنه يمكن للمدارس أن تفتح أبوابها للطلاب في المناطق القريبة من الحدود مع لبنان ما دامت هناك ملاجئ قريبة للاحتماء من القنابل قتل ستة لبنانيين فيما أصيب آخر بجروح جراء قصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة جديدة في جنوب لبنان وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن عددا من اللبنانيين أصيبوا إثر قصف من قبل طيران الاحتلال لأطراف بلدة أزرارية فيما شنت طائرات الاحتلال سبع غارات على الضاحية الجنوبية في بيروت وغارة على محيط مدينة الهرمل رياضيا حقق برشلون انتصارا عريضا على مضيف ريال مدريد بأربعة أهداف دون الرد في قمة الأسبوع 11 من عمر الدول الأسواني جاء تهدف برشلون عن طريق روبرت ليفاندوفيسكي الذي أحرز هدفين متتاليين في الدقيقتين الرابعة والخمسين والسادسة والخمسين ثم أضاف لمين يمال الهدف الثالث للبرسا في الدقيقة السابعة والسبعين قبل أن يختتم البرازيلي رفينيا رباعية برشلون في الدقيقة الرابعة والثمانين بهذا الفوز غزز برشلون صدرته لجدول ترتيب الليجة بعدما رفع رصيده لثلاثين نقطة ليوسع الفارقة مع ريال مدريد الوصيف إلى ست نقاط حيث توقف رصيد الفريق الملكي عند 24 نقطة مشاهدين نهاية موجز الثامنة عودة مجددا لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر ولكن بعد هذا الفاصل موسيقى موسيقى